تعود الأخبار من سوريا للواجهة والحديث عن ما يحدث في مخيم اليرموك. هذا هو مخيم اليرموك القريب من العاصمة السورية دمشق. والذي شهد مؤخرا معارك عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الجهة الثانية. انتشرت بيديوهات عديدة للقطات من تلك المعاركة التي انتهت بسلطة القوات الحكومية على المخيم. دعونا نرى هذه الصور طبعا انتشرت صور على مواقع التواصل تظهر عناصر من قوات الحكومية الرسمية بداخل المخيم الذي يبدو كأنه مدينة أشباح بعد انتهاء تلك المعارك. كما نشر مستخدمون صورا تظهر عناصر من القوات الحكومية السورية. وهي تقوم بعمليات تعفيش بمعنى سرقة على حد وصفهم في المخيم. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الصور بسوريا. في مدن خالية من سكانها؟ إذا رأينا مثلا وقد رأينا صورا مماثلة في عفرين بعد سادرة قوات المعارضة المدعومة من تركيا عليها. ولكن مشاهدي نذهب بكم إلى التغريدات. حيث أدل المغرد السوري فادي أحسين الخبير في شؤون الجماعات الجهادية. بالمزيد من التفاصيل يقول بموجب الاتفاق بين التنظيم والحكومة. تركت تنظيم السلاح الثقيل وتم إرسال باصات لمخيم اليرموك والحجر الأسود لنقل مقاتلي التنظيم مع عائلاتهم إلى جهة غير معروفة. ودخلت ميليشيات النظام لتعلن سيطرتها الكاملة على المخيم والحجر الأسود. لكن مستخدمون آخرون نددوا بتلك الصفقة للمزعوم مشيرين إلى تكتم إعلامي حولها. وغرد حساب يدعى حوار سوريا كاتبا بعد تكتم إعلامي ونفي من إعلام النظام السوري. انطلقت عدد من الباصات تقل مجرمي داعش من الحجر الأسود ومخيم اليرموك إلى البادية السورية. بعد صفقة اتفاق بين النظام ومباركة من روسيا. حول هذا الموضوع معنا في الستوديو مراسل بي بي سي الخاص. فراس جيلاني وهو من أبناء مخيم اليرموك. وغطى لبي بي سي معارك طرد مسلحي التنظيم من مدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية. مرحبا بك فراس. اللافت في هذه الصور هذه المرة حجم الدمار الكبير والأضرار. هل هناك خلفيات أو معرفة الأسواب التي أدت إلى حجم الدمار الذي شاهدناه؟ هي أولا منطقة صغيرة نسبيا. نتحدث عن 2 كيلو متر مربع. ولكن من الصور التي وردت. حتى أنا فجعت بحجم الدمار. ربما لا يقارن بأي منطقة أخرى في سوريا حتى لو تحدثنا عن حمص أو حلب. حجم الدمار في اليرموك هائل جدا. بالنظر إلى من كان يقاتل في داخله معركة يفترض أنها معركة شوارع. كان لا يفترض أن يتم اللجوء إلى استخدام هذه الكمية من المتفجرات. خاصة البراميل أو الطائرات. كما شاهدنا في الأسابيع الثلاثة الماضية التي أدت إلى هذا الدمار الهائل جدا. بالفعل مشهد غريب جدا. خاصة أنه كان فيه أيضا بضعة ألاف من المدنيين لا يزالوا عالقين في هذا المكان. والآن يعتقد بأن العشرات منهم لا يزالوا تحت الأنقاض في هذه المنازل المهدمة التي شاهدناها. برغم صغر حجم اليرموك لكنه منطقة معقدة ربما ديمغرافيا. هناك فلسطينيون. هناك وجود أيضا لمجاميع مسلحة فيها. ولكن هناك حديث عن صفقة قد تمت بالفعل بين النظام ومتشدد تنظيم الدولة الإسلامية. ماذا يعلم عن هذا الأمر؟ بداية نوعان من المجموعات مجموعة الأولى التي خرجت في نهاية شهر نيسان. هي مجموعات جبهة النصرة وأحرار الشام التي خرجت باتجاه إذلب. المجموعة الأخرى التي رفضت التي تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية. وهي تنظيمات مبايع للتنظيم الدولة الإسلامية. بحسب ما علمت من أصدقاء موجودين على الأردن كان في داخل مخيمة وخارجة مخيمة. الصفقة تمت بالفعل ذكر المرصد السوري بعض تفاصيلها بأنها تمت عبر روسيا بدون تدخم من الجهات الحكومية. ولكن بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها كان من الصعوبة ومكان رصدها عبر التصوير. لأنه التحرك البساط التي نقلت أكثر من ألف شخصا من مخيمة يرموك. ومرورا بالحجر الأسود في منطقة أشوائيات لا أحد يسيطر عليها باستثناء قوات النظام في اتجاه منطقة سبينة. ومن ثم إلى طريق فرعي بعيد باتجاه جنوب دمشق ومن هناك سلكت هذه القافلة. حتى لو تم تصويرها من هناك لن يعرف أحد بأنها خرجت من مخيمة يرموك. لأن المسافة كبيرة بين اليرموك والحجر الأسودين وبعض ملات الأخرى وصولة. هذا ربما ما يبرر ما يتساءل عنه المغردون حول اختفاء التنظيم فجأة من مخيمة يرموك. دون أن يخرج بطبيعة الحال من المدخل الرئيسي للمخيم. الذي يستطيع أي شخص في دمشق رز أي حركة تتم من خلاله. صح التعبير للمخيم حتى الحجر الأسود واسبيلين باتجاه منطقة بعيدة جدا تجاه جنوب ثم أكمل الكتاب إلى طريقها. وقلت أيضا لقطات وصور نقلت عن ما يعرف سوريا بالتعفيش أو السريقات. هل هذا أمر مدبر منظم من قبل جهات مسؤولة؟ أم أن أفراد الذين يعيشون في المخيم يقومون بذلك؟ لا ليس أفراد يقوم. المخيم من دخل هم نوعين من الأشخاص. هم الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام بالإضافة لقوات النظام. يوجد مجموعات فلسطينية بالإضافة إلى مجموعات سورية. يوجد قوات رسمية سورية دخلت المخيم وقامت هذه العمليات. بالإضافة إلى ما يصف بالميليشيات الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب هذه القوات. ونخص بالذكر هنا القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل. فتح الانتفاضة ولواء القدس. شكرا لك فرازك للمراسلنا لتغطية ومتابعة هذا الحدث. ربما وإضاحة الصلاة لنا في ميجر في مخيم للموك. شكرا.